اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة برايفت مسلسونز ان شاء الله سنأخذ مع بعضنا لسن 4 في ونة 5 اللي بعنوان اكليديان سيوريم الدرس التعامل من الدرس المهمة جدا نظرية اكليديس بتعتبر نظرية مكملة لنظرية فيس اغرس يلا مع بعضنا نبدأ الدرس ونشوف النظرية دي بتفيدني في ايه علشان نشتغل باكليديان سيوريم لازم يكون عندي الهاتف الهاتف اللي احنا شايفين قدامنا شايفين راية انجل تريانجل اللي هو بي اي سي ده التريانجل الاساسي والانجل دي عندي ايه؟ راية اهي بيكون في عندي التيوت من الفيرتكس ايه على البيس بي سي او الهايبوتنيوز بي سي الالتيوت ده بيعملي راية انجل على الهايبوتنيوز او بمعنى اخر البوينت ايه البروجيكشن بتاحها او المسقط بتاحها البوينت دي فالشكل ده اساسي معي في النظرية لو الشكل ده مش موجود مش هينفع نشتغل باكليديان سيوريم يبقى اكليديان سيوريم او نظرية اكليدس علشان اطبقها وانا بشتغل في البروف لازم اسكر حاكتين لازم اسكر ان انا عندي راية انجل اساسية ولازم اسكر ان انا عندي ال ايه دي بربنديكلر على البيسي النظرية بتفيدني في ايه ايه اللي انا بستفيده من النظرية دي اكليديان سيوريم او نظرية اكليدس بتساعدني ان انا اعرف سايد لينسز يعني بجيب بيها اطوال سايدز انا مش عارفها ولكن في الفورميشن ده او في الشكل ده النظرية عندنا متكونة من اربع قوانين عندي قانونين اساسيين اللي هما الاتنين دول وعندي قانونين تانيين يعتبر كورولاري للنظرية اساسية اللي هما القانونين دول لما نيجي نبص على القوانين ديت نلاقي ان اول قانون فيهم بيعرفني ازاي اجيب السايد ده بيقول لي ايه ان الاب سكويرد بي ايكوالز الاب دي الجزء ده تايمز الاب الهايبوتنيوس كله يبقى انا علشان اجيب الاب لازم اعرف الجزء ده واعرف الهايبوتنيوس كله رب ما هل هذا الجزء ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن البروجيكشن بتاع او صايد اللي نعزه على الهايبوتنيوس طيب القانون الثاني بيجيب بيه بجيب بيه اللج الثاني الاب ده بيقول لي مالقانون بيقول لي ان الاب صايد ده سكويرد بيقواز الجزء ده طيب الجزء عبارة عن إيه؟ الجزء عبارة عن البروجيكشن أو المسقط بتاع AC على الهايبوتنيوز لأن الـ A عندي نزلت D يبقى الـ AC البروجيكشن بتاعه الـ ALC يبقى أنا دلوقتي أضافت الفايساغروس سيوريم أو القانون فيساغروس اللي بتعامل بيه مع التريانجل الريت أضافت لي two equations هيساعدوني برضو في حل المسائل طيب إيه تاني؟ عندي كروريس برضو مهمة قوي القانون الثالث اللي عندي هيتعامل مع الـ AD Squared أو الـ Altitude الـ Altitude بيإيكوالز إيه؟ بيإيكوالز الـ BD طايمز الـ ADC يعني لو أنا عندي الشكل ده وعندي الجزء ده وعندي الجزء ده أقدر أجيب الـ AD على طول يبقى أنا دلوقتي عندي تلات قوانين بيربطولي الـ Sides Squared مع حاجات تانية أوكي؟ يعني عندي ده سكويرد بيعرف أجيبه وده سكويرد بيعرف أجيبه وده سكويرد بيعرف أجيبه القانون الرابع والأخير اللي عندنا في الدرس بيربط ما بين Altitude والـ Hypotineus والـ Two Legs بيقول لي أن Altitude Altitude كله بيسوي معي بيسوي معي الـ Sides times الـ Sides طيب القانون ده جزء زيء بييجي من الـ Area هو أنا لو حبيت أجيب الـ Area بتاعت الترانجلي الكبير بجيبها ازاي هافل بيز times الـ Height طيب أدي بيز ودي Height المفروض أن الاتنين دول يجبوا لي الـ Area وعندي طريقة تانية جيب بيها الـ Area هاعتبر ده بيز وهاعتبر ده Height وفي الحالتين الـ Area واحدة يبقى ده times equals times ده طبعا كل القوانين دي بتفيدني وأنا بحل المسائل بيجي لي صائد كده هو عايز يعرف اللنس بتاعه بيقول لي هاتهولي بنختار واحد من القوانين دول ونطبق فيه طيب لو حبينا نعرف النظرية بتقول ايه يلا كنا نقرها مع بعضينا بيقول لي In the right angle triangle يعني لازم يكون عندي right angle بيقول لي Area of the square on a side of the right angle يعني ايه كلمة area of the square لما بنجي في الجيومتري نعبر عن side squared ما بقولش in side squared equal بنقول area of the square on the side يعني لما بقول A-B square دي معناها ايه دي معناها ان انا عندي هنا square مرسوم على الصيد ده وبعبر عن area بتاعته طيب ما لها بقى area بتاعت ال square ده بيقول لي is equal to the area of the rectangle whose dimensions are the lens of the projection of this side on the hypotenuse and the lens of the hypotenuse يعني ده هيساوي area بتاعت ال rectangle اللي dimensions بتاعته ال projection والhypotineuse كله يعني هنأتبر the projection width والhypotineuse كله طبعا احنا مش مطالبين ان احنا نحفظ الايه ال statement دي بس احنا بنحاول نوسع مدركنا ونفهم اكتر لكن انا كل اللي عايزوا ان الاربع قوانين دول يتحفظ صمم لان هم دول اللي حتحل اللي حتحل بيهم المسائل اللي حتحل بيهم المسائل الهايبوتنيوس سكويرد بيكولز دا سكويرد بلاس دا سكويرد طيب لو عايز اي لج من الاتنين دول اعمل ايه؟ بيبقى الهايبوتنيوس سكويرد منس الليج اللي عنيش يعني لو عايزين الـ AB بنقول ان الـ AB سكويرد بتاعت بيكولز بي سي سكويرد منس الـ AC سكويرد ولو عايزين الـ AC هنقول الـ AC سكويرد equals BC سكويرد minus AB سكويرد طيب بالنسبة للإكولوديان سيوريم القانين بتاعتها عاملة كده اول حاجة اجيب الـ AB ازاي؟ اقول الـ AB سكويرد equals الـ BD times الـ BC طيب لو انا عايز الـ AC اقول ايه؟ الـ AC سكويرد الصيد دا سكويرد بيقوالز الجزء دا times الجزء دا كله القانون اللي بعد كده ان الـ AD سكويرد equals A الجزء دا times الجزء دا والقانون اللي بعد كده مفيش فيه سكويرنج خالص الـ 2 legs سكويرد equals الـ Haybotnius times altitude ازاي اذاكر الدرس دا؟ الدرس دا علشان اذاكره ارسم الـ Formation دي واكتب الاربع قوانين بتوع السيوري ماينفعش ننسى منهم حاجة يعني علشان اذاكر الدرس دا كويس اعمل الشكل دا واكتب القوانين بتاع فيساوروس واعمل الشكل دا واكتب الاربع قوانين بتوع اكليديان سيوري يالله مع بعضين نشوف اكزامبل 1 بيقول لي xyz is a right angle triangle at x وبيقول لي ان xl perpendicular على yz اول ما نشوف الشكل دا على طول يقي في دماغي سستعمل اكليديان سيوري ومديني اللنس هنا ومديني اللنس هنا اول مطلوب عندي عايز xy فين xy اهو طب دا بي اكوالز ايه xy squared بي اكوالز الي times yz كله يبقى انا عشان اشتغل في المسألة دي واكتب القانون دا لازم اكتب الشروط بتاع الاكليديان سيوري اللي هي ايه اقول كده ان في الترانجل اللي اسمه xyz مين اللي بيديني الحق ان انا استعمل الاكليديان سيوري مين اللي بيديني الحق ان انا اقول سنس ان الماجر of angle x equals 90 ديجريز وايه كمان لازم اقول ان xl perpendicular over a yz في الحلقة دي نقدر نقول زين xy squared بي اكوالز ly times y a yz يعني هي اكوالز معنا ly 9 times yz دا عندي كلها ب25 اللي هو هديني 220 a 25 يبقى xy بروت 225 اللي هو كام 15 سنتيمتر انا كده جبت xy بي كام 50 المطلوب الثاني اللينس of xz هستعمل الكامل الثاني هقول xz squared هي اكوالز معنا zl times yz كله اللي هو 16 times 25 اللي هي 400 يبقى xz بروت 400 اللي هو 20 سنتيمتر يبقى انا جبت كده ده 20 سنتيمتر مطلوب الثالث عايزنا جيب xa xl ده بيجاب ازاي يا اما ده squared equals times ده يا اما ده times equals ده استعمل اي قانون من دول يلا نقول xl squared equals 9 times xl squared equals ly times zl اللي هي 9 times 15 اللي هي 144 ده معناه ان xl equals root 144 اللي هي 12 سنتيمتر يلا نشوف مثل 2 اي بي سي رايت انجل تريانجل بي وعندي البي دي بربنديكولر على الاسي يبقى في الرسمة دي ممكن نستعمل فيساغروس سيوريم وممكن نستعمل اي قليديان سيوريم ومديني ده بايت ومديني ده بسيكس اي المطلوب اول حاجة عايز الاسي الاسي كله ده اي ده احنا ممكن نشتغل فيساغروس قبل ما اشتغل فيساغروس قبل ما اشتغل فيساغروس لازم اقول ايه اقول كده اين في الترانجل اللي هو a b c لازم اقول since ان المجر of angle b equals a 90 دجريز لازم اكتب دي يبقى ذان a c squared هي equals a b squared plus b c squared اللي هي كام اللي هي a b squared بقيت squared اللي هي 64 plus 36 تديني كام تديني 100 يبقى a c هيبقى 100 اللي هو كام 10 سنتيمتر يبقى احنا جدنا البطنيوس كله بكام ب 10 تاني حاجة عايز ال b d اللي هو ده كل ده بكام كل ده كده ب 10 سنتيمتر ال b d كنت بجيبها ازاي كنا بنقول ان ده times ده equals ده طيب هل ينفع اقول ده على طول لا لازم اقول كده لازم عشان اقول القانون ده اقول الخطوات التمهيدية بتاعت اقليديان سيوريم اللي هي ايه اقول كده وين وفي التريانجل a b c مالو since ان المجر وبانجل b equals 90 ديجريز وايه كمان وال b d ده بربندوكولار اوفر ال a c ده يديني الحق ان انا اقول زين ال b d times ال ac هيكوال زي معانا ال a b times ال b c يعني ال a b times altitude be equals two legs times وين هنقدر نقول زين ال b d هيكوال زي معانا ال a b times b c اللي هي 6 times 8 اللي هي 48 which is 4.8 سنتيمتر يبقى احنا جبنا ده كده ب4.8 سنتيمتر اللي هو عايزه بعد كده عايز يعني عايز الجزء ده بتاع البي سي على كل ده هو الجزء ده وهنا عايز بتاع الاب على الاسي كل وعايز برضو الجزء ايه الجزء ده نجيب السي دي ازاي ونجيب الاد ازاي انا عندي ده سكويرد بيقوالز ده طايمز ده نقول كده وسينس ان البي سي سكويرد بيقوالز معانا سي دي اللي هي الجزء ده اللي احنا عايزينها سي دي طايمز اي سي سي دي طايمز اي سي داب كام داب سيكس يبقى سيكس سكويرد سيكوالز سي دي طايمز الهيبوت نيوس كله كان بكام كان بتان يبقى السي دي سيكوالز معانا سيكس سكويرد اللي هي بسيرتي سيكس دفايد تان اللي هي سيديل سيديل وهنا لازم نقول لكده زين زالانس أو زى موضى شان أو هو هنا بيقول لي ايه بي سي اون اي سي يبقى بي سي اون اي سي هي اقلز معنا 3.6 سنتيميتر طيب عايزين التاني لو ده او الا الا بي سكويرد اقلز اي دي تايمز اي سي وسنس ان الا بي سكويرد اقلز اي دي تايمز اي سي دايمز اي دايمز اي سكويرد ابقى كامirable اي دايمز اي اي دايمز اي دايمز ей اس or AB on AC equals 6.4 سنتيمتر يلا نشوف سألت التراي مديني الشكل اللي قدامنا دا طبعا الشكل دا أقدر أستعمل فيه فيساغرس سيوريم وإكليديان سيوريم أول حاجة طلبها مني بيقول لكم الAC squared equals قدل AC ها أجيبه أمامها عن طريق فيساغرس هيبقى الهيبوتنية سكويرد مينس السايد ده سكويرد يعني البي سي سكويرد مينس الاب سكويرد اللي هات equals البي سي سكويرد يعني 25 سكويرد مينس 15 سكويرد اللي هي 625 مينس 225 اللي هي كان 400 يبقى الاسي بس روت 400 اللي هي كام 20 سانتيمتر يبقى كده 20 طيب بعد كده عايز الاب سكويرد equals اي ده سكويرد equals ده times ده كله يبقى البي دي times الاب البي سي طيب يبقى الجزء ده بكام نعوض أنا عندي هنا عايزين البي دي يبقى البي دي هاي ايقوال زي معنا ده سكويرد ده يبقى الاب بي سكويرد ديفايد الاب البي سي اللي هي الاب الاب سكويرد عندنا الاب 15 فلعند هنا 15 سكويرد ديفايد البي سي كله لغة 25 يبقى 225 ديفايد 25 اللي هي كام 9 سانتيمتر يبقى دي كده كام دي كده 9 طيب الاسي سكويرد ديفايد الاسي سكويرد ده يبقى cd يبقى times cd يبقى cd بكام طب ناخد بالن احنا جايبين قبل كده ديفايد يبقى ديفايد بكام سكستين يبقى ديفايد سكستين طب لو حبنا نجابها من غير ما نعمل كده هنشتغل بالطريقة دي هنقول ان cd هي ايقوال الاسي سكويرد ديفايد الاسي بي اللي هي 20 سكويرد ديفايد ال 20 كام 25 يبقى 400 ديفايد ال 25 تدين سكستين سنتيميبر بعد كده بيقول الاسي سكويرد ايقوال ايقوال ده سكويرد ايقوال ايقوال ده times ده بي دي تايمز cd bd times cd يبقى الاد equals كام انا عندي ال bd احنا جايبانها ب9 والتانية سكستين 9 times 16 144 يبقى الاد سكويرد 144 يبقى الاد بس root 144 اللي هي 12 سنتيمتر زيبدي كده 12 لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولينك الصفحة موجود في التسكريبشن بتاع الفيديو اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فوضافون كاش على رقم اللي قدامك على الشاشة يلا بابعطينا نشوف لك الصفحة زيلي على اللي سن يديني الشكل اللي قدامنا ده يقول لي in the opposite figure ABC is right angled at A والAD بربديكور على الBC الشكل ده لازم نفهمه كويس ونعرف انه ممكن اشتغل فيه فيسغر السيوريم وكليديان سيوريم في نفس الوقت يلا بيقول لي complete each of the following AC squared AC squared equals A هنا بيقول لي plus A يبقى هنا فيسغرس يبقى AC squared هي equals A AD squared plus CD squared هيشتغل فيسغرس في A في التريانجل ده مش في التريانجل الكبير انه بيقول هنا plus لو قال لي هنا minus كنت هقول CB squared minus AD squared يبقى هنا AD squared A squared equals A minus A او هنا نشتغل على الكبير يبقى ACB squared minus AB squared طيب AC squared equals A times A طالما قال لي times يبقى انا شغال اقليدس لان القوانين بتاعتها كلها multiplication طيب AC squared equals A equals D times A ده كله يبقى انا عندي CD times CB طيب AD squared ده equals A equals D times A times D يبقى CD times DB و AC times AB AC times AB equals AD times BC AD times BC AD times BC يبقى انا بدأت بالAngle right يبقى انا حقول ايه؟ حقول D عشان دي Angle right وفي التريانجل ده حقول برضو D طيب الانجل اللي اسمها B هنا المفروض انها في التريانجل ده برضو B يعني هنا الـ B تبقى تاني لتر طيب في التريانجل ده الانجل دي مقابلها انهي انجل الانجل دي ناخد بالنا يبقى هنا مقابلها ايه؟ مين اللتر اللي يبقى هنا D A D A هيبقى C وهنا D B يبقى ايه؟ لازم ناخد بالنا ونكتب السيميلر تريانجل من الترتيب بتاع الفيرتسيز طيب اكثر صيز تو في الـ opposite figure يقول لكم بليت الـ B C equals A الـ B C استعمل في التريانجل الكبير اقول كده B C squared هيقوالز A C squared minus A B squared يعني تقوالز معنا 5 squared 25 4 squared 50 اللي هي كام اللي هي 9 يبقى الـ B C بروتن 9 اللي هي سري سنتيمتر يبقى هنا سري طيب الـ A D بكام؟ عايزين الـ A D اللي هي الجزء ده بس الجزء ده باجيبه ازاي؟ بنقوله انه squared equals A equals ده times A times ده كله يعني الـ A B squared equals A D times A C يبقى الـ A D هي equals الـ A B squared divided A C الـ A B squared اللي هي 4 squared والـ A C عندي 5 يعني سكستين divided 5 اللي هي 3.2 سنتيمتر يبقى هنا 3.2 يلا اللي بعديها عايز الـ B D عايز ده أنا عندي الـ B D times الـ A C equals two legs times بعضيهم يعني الـ A B times B C يبقى الـ B D هي equals الـ A B times B C divided A C اللي هي 3 times 4 divided 5 يبقى 12 divided 5 اللي هي 2.4 سنتيمتر يبقى هنا 2.4 عايز الـ A تريانجل D B C D B C عايزين الـ A بتاعتدده equals A half times the height فين base حتة دي حتة دي عتبارها base وده كده ده الـ A ده الـ height الـ height ده جبنا بكام 2.4 طيب احنا جبنا A D او جبنا A D ده 3.2 يبقى بكام 1.8 يبقى الـ area تريانجل equals 1 over 2 times 2.4 times 1.8 اللي هي هتدينا 2.60 سنتيمتر سكوير يلا مع بعضين هنشوف بعض الاكسرسايز اللي هنغطي بها افكار الدرس بيولي هنا x y z تريانجل ومديني فيه angle 90 ومديني ده بربن دي كولر على ده اول ما شوف الشكل ده اول ما شوف الـ formation ده يجي في دماغي على طول ان انا هشتغل ياما بفيساغرس ياما بأكليدس طيب مديني بنا ومديني بتول طالب ايه عايز x y عايز ده اللينس بتاعه سهلة ليه لان انا هشتغل فيساغرس هنا اهو وعندي الصيد ده وعندي الصيد ده اقدر اجيب الصيد ده بعد كده عايز اللينس عايز ده سهلة برده لان ده سكويرد بي ايكوالز ده تايمز ده انا ازاي بعرف كده بسرعة لان انا حافظ القوانين كويس لازم نحفظ القوانين كويس بعد كده عايز z y z y برده سهلة لان ده سكويرد هاي ايكوالز ده تايمز ده كله وانحنا هنجيب ده نكتب ازاي البروف في المسائل ده بطريقة سليمة لازم اول حاجة اذكر التريانجل اللي هشتغل عليه اين في التريانجل اللي هو ده y l x y l x ما له التريانجل ده since in measure of angle l equals 90 degrees ده اللي بي ديني الحق ان انا اشتغل في سغرس يبقى y x سكويرد هات اكوالز معنا y l squared plus l x squared y l squared 144 9 squared 81 يديني كام 225 يبقى y x يقوم كما معنا 225 اللي هي 15 سنتيمتر يبقى ده كده عندي ب 15 المطلوب الثاني عايز l z عايز ده انا هنا سأقول ايه سكويرد equals times يعني سستعمل احد قوانين يبقى يبقى لازم اقول ان في الترانجل اللي هو ايه بقى x y z x y z لازم نذكر الشرطين اللي بقدر على اساسهم استعمل القوانين قوانين اقليدس اللي هما ايه since ان المجر وانجل y equals 90 ديجريز واي كمان وال y l ده بربن ديكور عالمين على x z في الحالة دي اقدر اقول ان y l squared زين y l squared بتيقوز lx times lz يعني 12 squared بتيقوز 9 times lz يبقى زين lz هاتيقوز معانا 144 divided 9 14 divided 9 ديني 1 وانجل 5 سيبقى 54 divided 9 ديني 6 centimeters يبقى دا كده عندي 16 centimeters اتاني هو عايز yz yz squared equals times the كل وال yz squared equals zl times zx equals 16 times 25 times times 25 400 يبقى yz plus 400 20 centimeters مسألة سهلة أنا يهمني نعرف ازاي نكتب بروف صح يولا نشوف اسألة بعد كده يقول لي في the opposite figure a b c d rectangle مديني a b b 6 b c 8 ومديني بربنديكولر على دا طالما rectangle يبقى الانجل right من هنا الترينجل الذي سأعمل في 5 c eclatis الترينجل عن طريق two legs يجب أن أجلب a c الأول اوكي سأستعمل في الصورة الأول وأقول كده in triangle a b c since in measure of angle b equals 90 ديجريز يبقى زين a c squared هي equals a b squared plus b c squared اللي هي equals six squared by thirty-six eight squared by sixty-four اللي هي كام 100 يبقى زين a c مروض الهندرد اللي هو 10 سأنتيمتر يبقى جبنا كل ده بيكان بتان سانتيمتر أجيب بقى ده زين في عندي قانون ما فيش في squaring خالص اللي هو altitude times the hypotenuse b equals a اللي جديت times a اللي جديت يعني a c times b e كلام ده هي equals a b times a b c ودايما بنسمي two sides دول بالليجز يعني وانا بشرح سألوني بقول ايه اللي جديت والليج ديت يالله نعوض احنا عايزين b e يبقى b e 4.8 عايز بعد كده عايز الجزء ده اجيب الجزء ده ازاي ده موجود فأني قانون في النظرية عندي في القانون اللي بيقول ده سكوير اقوال ده times ده كل يعني ده كده times a times ده كل يبقى bc squared و since ان bc squared equals ec times ac يبقى زين ec equals bc squared divided c 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 احنا استعملنا اكليديان سيورين من اول ايه من اول الجزء ده يبقى لازم بعد الخطوة دي عطول نقول حتى ده ان في التريانجل اللي هو abc ما له كده since in angle b equals 90 و b c ونكمل الكلام ده بقى زين ونكمل كده مساء اللي بعد كده بيقول لي in the opposite figure بديني quadrilateral a b c d c وعندي triangle right اهو وعندي triangle بتاعنا المشهور اللي هو الرايت هنا وفي عندي البربندكلر على ال hypotenews مديني مجموعة lenses على الرسمة ويقول لي اول حاجة find a lens of each of b d ده كله و a d وده كله لما نجي نجيب ال b d نشتغل فايساغرس فين هنا في التريانجل ده عندي angle right اهو وعندي side وعندي side عندي two legs اقدر اجيب ال hypotenews خلاص جبت ده اجيب ده اجيب ده ازاي باردو فايساغرس اشتغل في التريانجل ده عندي ال hypotenews وعندي side اجيب ال side التاني يبقى اول مطلوب ده هنشتغل فايساغرس اقول ايه in في التريانجل اللي هو b c d هنقول كده since ان المجر وبانجل c equals 90 degrees يبقى زين ال b d squared هيقوال زين معانا b c squared plus d c c squared اللي هي 7 squared 49 24 squared 500 70 76 الصم بتاحهم يدينا 625 يبقى b d equals root 625 lower cam 25 centimeters يبقى احنا اجيبنا الصيد ده 25 وان في الترانجل هو b a d since المجر بانجل a equals 90 degrees يبقى زين عايزين نجيب بعمين المرة عايزين نجيب لج عايزين نجيب sides من sides بتاعت right angle يبقى ده squared minus ده squared يبقى a d squared هيقوال زين معانا b d squared minus a b squared اللي هي هي هيبقى 25 squared 625 minus 15 squared 225 يبقى 400 طبعا من السنتيمتر ده يبقى زين a d equals root 400 اللي هو كان 20 centimeters وده كده 20 centimeters عايز اللنس of the projection of a b on b d ال a b on b d يعني عايز a اللنس بتاع الحتة دي كده طب دي نجيبها ازاي انا عندي ده squared equals times يبقى نقول كده وان في الترينجل اللي هو b a d ولازم اقول since ان المجرور of angle a equals 90 degrees وال a وال a e perpendicular over b d يبقى زين ال a b squared هي equals b e times b d يعني ده squared equals a equals times مين times يبقى زين احنا عايزين مين b e ال b e هي equals a b squared divided b d ال a b squared 15 squared 225 ال b d احنا جبناها ب25 يديني كام 9 centimeters هنا بقى لازم اقول أنه ان ال lens of the projection of a b on كذا وانا تبقى زين the lens of the projection of a b On BD Equals 9 سنتيمتر إيه اللي بعد كده عايز اللنس Of the projection of AD على الأE نخد بالنا الprojection بتاع الأD على الأE الأE زي ما هي والD تنزل أهو عايز مين ده هو عايز الأE نخد بالنا في الطلبات مهم قوي طب الأE بي إيه عندي أكتر من طريق أنا عندي ده سكويرد equals ده طايمز ده سنة ما عندي ده ممكن أجيبه و أنا عندي ده 9 يبقى ده 25 minus 9 ده 60 و ممكن أقول ده طايمز ده equals ده طايمز A طايمز ده يلا نجرب المرة A A times BD و since أن A E times BD equals AB times mean AD يبقى A A A B times AD divided BD اللي هي 20 times 15 divided 20 25 اللي هي عندنا 300 divided 25 which is 12 centimeters نكتب بعد كده and the lens then the lens of the projection of AD on A E equals 12 centimeters يلا نشوف المسألة اللي بعد كده مدين المسألة بالجبنز اللي قدامنا دي طبعا عندي تراينجل رايت اهو وعندي التيتيود اهو بينفع نشتغل فيساوروس وكليتس وبيقول لي الدي ميت بوين الدي ديت ميت بوين يعني بتقسم للصيد ده الجزئين يعني انا عارف ان الحتة دي كده تن والحتة دي كلها تن عايز لنس اوف A B عايز الصيد ده وعايز ال الصيد ده طيب ناخد بقى انا عندي ده تايمز ده تايمز ده طيب انا عندي هنا اللي اتنين ده ميزن يمين ينفعش اشتغل بالقانون ده حاجة تانية انا عندي ده سكويرد ميزن ده تايمز ده واللي اتنين ميزن برضو ميزن انا عايز حاجة تساعدني طيب هي الميت بوينت دي إلزمتها هو انا لو عملت كده كون ده ممكن يفيدني في حاجة اللين سيجمانت دي تسميها ميديان يعني المفروض اللين سيجمانت دي هاتيكوالز هاف الهايبوتنيوز يعني دي قد دي يبقى دي كده تان يبقى لما جيب دي تان واجيب دي تان اقدر اجيب السوائرة دي ليه انا عندي دي تان وعندي كده نايم بوينت سيكس يبقى نقدر نجيب رو AD وإن في الترينجل اللي هو BAC سنسين المجر وفي أنجل A equals 90 دي وإي كمين والAD is a median يبقى زين ال AD equals هاف الهايبوتنيوز اللي هو البي سي اللي هو 1 over 2 times 20 اللي هو 10 سنتيمتر نخش دلوقتي على الترينجل الصغير ده وإن الترينجل اللي هو AED ما له سنس إن المجر وبأنجل E equals 90 دي يبقى زين نعايزين باقي الجزء ده يبقى D E squared هي equals AD squared minus A E squared اللي هو 100 9.6 squared ب92 point 60 لو هي ديني 7 point 84 لما نأخذ لها روت يبقى G E هيبقى روت 7 point 84 اللي هو 2 point 8 سنتيمتر يبقى يبقى الجزء هذا 2 point 8 يبقى الحتة دي بكام 7 point 2 لأنه عندي كل ده 10 سيبقى minus 2 point 8 7 point 2 طيب هو عايز يبقى عايز 2 اجدون اجيب مباشرة اقول كده وان ترانجل الكبير اللي هو B A C هاش تغل اقليدس يبقى اقول الشرطين since ان المجر بانجل A equals 90 دي و لازم اقول ان A E ده بربنديكول over B C تمام يبقى زين A B squared equals A A ب squared equals A equals B E times B C B times B C ال B بكام 12.8 وال B C كله 20 لو سيجدني 250 A 56 يبقى AB سيجد 256 لو كام 20 centimeters c A C squared سيجد A equal C times CB C times CB اللي هي جبناها 7.2 times 20 اللي هي تطلع معنا 144 يبقى زين A C بروت 144 اللي هي 12 بروت 14 بيقول لي A B C D بريوغرام وبيقول لي ان الانجل D90 وD90 وD90 ممكن نستعمل اكليديان سيورين في ترينجل ده وبيقول لي الاريا بتاعت كل بريوغرام 192 وبيقول لي ان ال B D ده بيكام سكستين عايز الاريا off the rectangle B E D F علشان اجيب الاريا بتاعت الريكتانجل محتاجين نجيب اللانس ويلويدز طيب اجيب ده ازاي واجيب ده ازاي هوم يديني الاريا بتاعت البريوغرام وانا عارف ان الاريا بتاعت البريوغرام الاريا of بريوغرام equals A البيز times A times height يبقى انا عندي هنا 192 هات equals البيز A بريوغرام ده كله البيز بتاعت عبارة عن ايه في الحالة دي لو انا اعتبرت ان ده بيز وده height لانا عارف ده ولا انا عارف ده اما اعمل ايه هنا اعتبر ده بيز اللي هي البيز الصغيرة ونخلي ده الهيط الكبير يبقى انا اجيب AB يبقى انا عندي البيز AB times height 60 نقدر بيز بيز سيقوم 192 divided 60 اللي هي هتبقى ديني ويبقى 3 32 divided 60 2 12 سنتيميجر يبقى ده كام ب 12 يبقى ممكن نستعمل في تريانجل ABD يبقى ايه تريانجل ABD since ان المجر وفي انجل بي equals 90 دي يبقى زين ال AD سكوير هي ايه 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 AB سكوير plus ال B دي سكوير اللي هي كام 12 سكوير plus 60 سكوير اللي هي 144 plus 256 اللي هي كام 400 يبقى زين قدر ننجيب AD بروت 400 اللي هي 20 سنتيميتر يبقى كل دي بردو كام كل دي كده 20 سنتيميتر نقدر نستعمل إقليدز دلوقتي فين في تريانجل ده واجيب البي يبقى اين في تريانجل اللي هو ABD مالو سنسن المجر وبأنجل B equals 90 ديجريز وإيه كمان والبي ده بربنديكولر ده ده معناه ان البي F على طول يبقى الزين البي F سنتيمتر 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 أرجع استعمل فايساوروس ثاني في الف التريانجل ده يبقى اين التريانجل هو BF سنتيمتر سنتيمتر بأنجل F equals 90 ديجريز يبقى زين البي F سكويرد اكتبع هنا يبقى زين البي F سكويرد سكويرد 256 البي F سكويرد 9.6 سكويرد اللي هي 92 point سكويرد اللي ستجدين 163 point 84 لما نأخذ لها الروت يبقى البي F سيجديني root 163 point 84 اللي هي 12 point 8 يبقى أنا عندي كده ده 12 point 8 الريكتانجل ده 9.6 times 12 point 8 يالله نشوف المسألة بعد كده مديني ABCD Trapesium ومديني AB Parallel DC والAngle right والAngle right وواضح جده انه ممكن نستعمل Ecclidean Surine في الريكتانجل ده ومديني مجموعة Lenses يقول لي أول حاجة عايزين Area of Trapesium ABCD الريكتانجل 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 المديني times height أو معنا have sum بتاع ال two bases times height ده هنا هيعتبر height ودي longer base ودي smaller base يبقى أنا لازم أجيب BC أجيب BC أجيب BC وعندي علاقة ما بينهم العلاقة دي هتفدني ان انا اربط الصايد ده بالصايد ده تعالوا نشوف هنعملها ازاي هي صعبة شوية بس ناخد بالنا من الفكرة أنا عندي AB برد DC since AB برد المين DC and BC is a transversal يبقى زين المجور وفي وفي انجل DC E سيبقى بلص المجور وفي انجل ABC سيبقى 180 ل انتريور انجلز ده معنى ان المجور وفي انجل DC هتبقى 180 منوس 90 اللي هي 90 ديجريز يبقى دي كده 90 A 90 ديجريز هنعمل بعد الوقت هنجيب D E ونجيب A E في تريانجل ده وتريانجل ده N في تريانجل ده D C E ما لدي التريانجل ده since ان المجور في انجل C equals 90 ديجريز يبقى زين D E سكويرد هي سكويرد 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 56 بلس B E سكويرد وD2 ناخد بالنا من حاجة لما نيجي نبوص دلوقتي تريانجل A E D تريانجل الراية هنا عندي علاقة ما بين ده وما بين ده احنا جبنا D E سكويرد وجبنا A Sكويرد ممكن نقول كده الآن في الترانجل هو A E D since in measure of angle E equals 90 ديجريز يبقى زين A D Sكويرد سيقوز معنا A E Sكويرد plus D E Sكويرد دي 3 from 1 2 3 يبقى زين ممكن نقول دلوقتي N A D Sكويرد اللي هو 25 Sكويرد 625 تقوز معنا E Sكويرد اللي هي 256 plus B E Sكويرد كلام ده هيبقى plus 9 Sكويرد 81 كلام ده plus E C Sكويرد نوادي ده هنا ونوادي ده هنا يبقى 625 minus 256 minus 81 هي equal زين اي انا عندي الاتنين دول اصلا بي ساو بعض يعني ممكن اقول B E Sكويرد plus E C Sكويرد وانا عندي سنس ان B E equal E C يبقى ممكن الاتنين دول يبقى اي واحد فيهم عندما نقوم نقوم بي كاركوليتور سيطلع معي 288 سيقوم بي اي واحد فيهم سيبقى 2 times B E مثلا squared يبقى B E squared سيبقى 288 divided 2 144 يبقى طول B E root 144 12 سنتيمتر سيبقى 12 سيبقى 12 سنتيمتر سيبقى كل ده بكام 24 سنتيمتر وتبقى الاريا عندي بتاعة الترابيزيوم equals 1 over 2 الصم بتاحهم 9 plus 16 times 24 دقين 1 دقين 12 تبقى 25 times 12 اللي هي 300 سنتيمتر squared المطلوب الثاني عايز اللنس بتاع projection of A E on A D A E on A D أنا عايز اللنس بتاع A بتاع ده طبعا احنا جبنا الصيد ده نعود في الéquواجين دي هجيب A اللنس بتاع D E واعود في الéquواجين دي اجيب اللنس بتاع E E جبنا E E هقول ان E squared هاي equals ده times A ده كله ومن هاعود واجيب F يلا مع بعضينا نشوف مسألة المشهور أو الشكل بتاعنا المشهور عندي الهيبوتنيوس معروف وعندي الالتتود معروف هو هين طالب مني AB والبروجيكشن بتاعه على BC يعني الجزء ده وعايز AC والبروجيكشن بتاعه لو حاولنا نجيبها بأي طريقة هنلاقي نفس أنا مش عارفين يعني قلنا ده squared equals that times that أنا ما عنديش ده همش عارف أجيبها ولو قلنا squared equals that times that برضو ما عنديش ده أي قانون عندي هلاقي دايما فيه 2 unknown طب اتصرف ازاي هو هنا بيقول إيه suppose that LCD x centimeters يعني الحتة دي كده وبيقول لي افرد ان هي ايه ان هي x لو فرضنا ان دي x يبقى الجزء ده كام 25 minus x أنا كده استفدت ايه قدرت اشغل معي القانون اللي هو بيقول لي ان ده squared equals that times ده واصبح عندي الانون عندي الوحيد هو x فلو جبت كام طو يبقى انا جبت دي وجبت دي حالي المسألة ازاي اقول كده اين في الريانجل اللي هو a b c since in measure وبانجل a equals 90 degrees وإيه كمان وال a d perpendicular over b c ده معناه ان a d squared هي equal معنا c d times b d يعني 144 هي equal معنا x times 25 minus a x يبقى 144 equal معنا 25x minus x squared نجبهم كلهم في الطرف ده يبقى x squared minus 25x plus 144 equals zero a times a يديني 144 والsum 25 لما نجي نعمل فاكتوريزيشن للنمبر ده هنلاقي إن اللي بيحقق الكلام ده ال9 والإيه والسكستين يعني x هنا حيبقى minus وين عندي x minus عشان هنا sign negative حط 9 حط 16 equals 0 يبقى x minus 9 equals 0 or x minus 16 equals 0 يعني x equals 9 or x equals 16 طيب إحنا دلوقتي نختار دي ب6 ولا بسكستين هو هنا بيقوللي المسألة إن cd للزان bd و since إن cd للزان bd يبقى zان على طول x equals 9 يبقى دلوقتي عرفت cd والbd يبقى zan cd equals 9 والbd على طول equals 16 سهل جدا إن أنا جيب دلوقتي ad ad squared equals times دا كله و ac squared equals times a دا كله هسيبكوا تعملوا الCalculation بتاعت الخطوتين دول مسألة جميلة جدا عرفتنا إننا حتى لو عندي altitude وعندي hypotenuse أقدر أجيب الجزء دا والجزء دا وبكده يبقى وصلنا لنهاية اللسون اللسون دا مهم جدا جدا هيستمرني معانا السنة الجاية وحنلحظوا في مسائل كتير وممكن نحل مسألة وإن لها وقفة علشان قانون من قوانين إقليديان سيورين يارب كنوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم إن شاء الله موسيقى